مجزو الأنباء من القدس دوتكم رام الله فلسطين أهلا بكم أصيب سبعة مواطنين جروح أحدهم خطيرة إثر مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة طمون بمحافظة توباس واعتقلت أحد نشاطاء حركة الجهاد الإسلامي في البلدة اقتحم عدد من المستوطنين والمتطرفين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة محاولين تأدية شعائرهم التلمودية بينما شدد الاحتلال من إجراءاته وتضييقاته على المصلين المتواجدين في المسجد قتل أكثر من ثلاثين شخصا في ريف حماة فيما تعرضت مدينة دارية ومعظمية الشام جنوب غرب دمشق لغارات من طيران حربي تزامنت مع استمرار الاشتباكات في المنطقة وفي العراق قتل أكثر من ثلاثة وعشرين شخصا وأصيب سبعة وثمانون آخرون بجروح في هجمات متفرقة أفادت تقارير إعلامية بأن جنود أتراك قتلوا ما لا يقل عن عشرة متمردين من حزب العمال الكردستاني المحظور شرق تركيا أظهر استطلاع للرأي أجره مركز القدس للشؤون العامة أن ثلاثة وثمانين بالمئة من الإسرائيليين يشككون بصورة أكبر في إمكانية التوصل لاتفاق سلام في الأراضي المحتلة نهاية الموجز أترككم مع الموجز الرياضي والزميل محمد العدم إلى اللقاء الموجز الرياضي من القدس تتكم أهلا بكم مانشستر يونايتد يسعر لابتعاد بصدارة الدور الإنجليزي عندما يغدر مساء اليوم لمواجهة ويغان أتلاتيك على ستاد دي دابليو في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من جانبه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني صديف فريق ستوك سيتي على ملعب الإمارات وتوتنهام يواجه ريدينغ وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة حصد النقاط في أخبار اللاعبين نادي سانتوس يقدم عرضا بقيمة 7 ملايين يورو لضم المهاجم روبينيو من صوفي ميليان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ليفربول الإنجليزي يفشل في التوصل الاتفاق مع نديه برشلونة الإسباني لاستعارة مهاجمه ديفيد فيها حتى نهاية الموسم الحالي أخيرا مجلة الأهرام العربي المصرية تختار وللعام الثاني على التوالي السباح التونسي أسام الملولي أفضل رياضي عربي وتتويجه بجائزة النجم الذهبي نهاية الموجز الرياضي إلى اللقاء الموجز الاقتصادي أهلا بكم حددت حكومة غزة المقالة أولوياتها للعام القادم وجاء على رأسها إعادة إعمار القطاع والحد من البطالة التي بلغت نسبتها نحو ثمانية وعشرين بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد في تقريرها الشهري عن تسجيلها لسبع وثمانين شركة برأس مال بلغ اثني عشر مليون دولار كما صادقت على نحو خمسمائة شهادة منشأة بقيمة بلغت أحد عشر مليون دولار أقرت الحكومة الأردنية يوم أمس موازنة العام الحالي بعجز متوقع يصل إلى واحد وثمانية أعشر مليار دولار حيث بلغت قيمة النفقات نحو عشر ونصف مليار دولار في حين بلغت الإرادات نحو سبعة ونصف مليار دولار وأخيرا أسعار العملات مقابل الشكل أهلا بكم إلى جولة في الصحفة العربية والعالمية من القدس دوت كوم تناولت الصحفة العربية والعالمية في عددها الصادرة في اليوم الأول من العام الجديد عدة عنوين على رأسها وضع العملة المصرية مع تصاعد الأزمة السياسية بالإضافة إلى توسع الاستيطاني في الضفة الغربية إلى جانب انتقادات سعودية للنساء اللواتي يستخدم نتويتر البداية من صحيفة القدس الفلسطينية والتي أبرزت عنوانا على رأس صفحتها الرئيسية تقول فيه ترحيل ألف مواطن من الأغوار غدا ودعم حكومي إسرائيلي وامتيازات واسعة لسبع وثمانين مستوطنة بالضفة وتوزيع إعلانات لطرح بناء سبع عشرة وحدة استيطانية في رأس العمود في الشأن المصري كتبت صحيفة الحياة اللندنية في عرض صفحتها الأولى تحت عنوان الأزمة السياسية تتفاعل والجنيه يتهاوى ومرسي مطمئن الجنيه المصري يسجل انخفاضا حادا أمام الدولار الأمريكي إثر احتدام الأزمة السياسية والرئيس مرسي يؤكد أن ارتفاع الدولار لا يقلقه ولا يخيفه أما صحيفة المستقبل اللبنانية فتابعت الملف السوري وتحدثت عن مقتل نحو أربعين ألف شخص في الأحداث الدائرة في سوريا خلال العام الماضي غالبيتهم من المدنيين حسب قول الصحيفة إلى العراق حيث تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اتهام رئيس الوزراء العراقي لتركيا بتقسيم العراق بصفقة بائسة مع كردستان حسب وصفه وأكد المالكي أن السياسة التركية وضعت العراق على كف عفريت معتبرا أن تدخل تركيا في هذا الشأن يفتح الباب لتدخل الدول الأخرى نختم من صحيفة القدس العربي والتي أبرزت عنوانا تقول فيه باحث سعودي يقول معظم النساء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر هستيريات ويبحثنا عن الإشباع الجنسي والجسماني أخيرا أترككم عبرز ما نشرت الصحفة العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية اشتركوا في القناة